والريس بيطلع يقول للناس هعمل كذا نعمل كذا وبيشرح وبيقول وبياخد لأسئلة وبيرد تاني عالناس فيش حاجة مستخبية عندنا احنا كتاب مفتوحة ما يجري فيه دولاب او فيه ملفات الدولة معلن للناس من اول يوم من اول يوم فيش حاجة مستخبية على الاطلاق فيش حاجة مدريب على الاطلاق طيب خليه بس اقول لحضراتكم انه واحنا فيه سهاج سات الرئيس يعني من الاخر يعني وببساطة نادرة وبتواضع يعني شديد جم وادب طبعا الرئيس بيكلم يا جماعة كلموني يعني الرئيس بتاع تمثيل مش بتاع لقصات الرئيس عايز ينجس عايز يخلص عايز يجري لقدام وحاسس بكل اللي انتو حاسين به كل الناس اللي انتو نصر عندهم سواء مشاعر خوف مشاعر قلق مشاعر سلبية عنده وكذا عنده وكذا كل الحاجات دي والرئيس نفسه قال انا بتابع كل سوشال ميديا وكل اللي بتقال وكل اللي بتكتب وكل البرامج بيشوف كل هذا كلام ما هو ما هو مش بيحكم هذه يعني هو الراجل بيحكم هذه الدولة فلازم يعرف ايه اللي بيدور في الدولة بعيدا عن حتى يعني التقارير هنا وهناك والاجهزة وغيره الا انه بنفسه بيشوفه بيتابع وبيعرف الناس بتقول ليه وبتكلم عشان كده تلاقي الرئيس كل حاجة موضوع خانت سويس طلع قال يا جماعة انت قلت وكذا وكذا وده الوضع كذا وكذا وكذا موضوع بتاع الاسرة كذا وكذا بيردع الناس الاعلام بيتكلم والسوشال ميديا بتقول والرئيس بيطلع بيحس ان واجبه ان يطلع يقول الناس بيقول الناس يوم ما كنا في سوهاج يوم الخميس والتلات نمازج الرائعة وانا اعيز من هنا من هذا المقام احيي القائمين على مبادرة ابدأ اللي انشأت وانشأت من خلالها شركة ابدأ وانا في تقديري انه احد المصارات الدرورية الحتمية الاستثنائية لتطوير الصناع المصري مش لسه بقول لو احنا عايزين نطور الصناع المصري هنمشي في اتجاه وفي مصار يلا وزارة التجارة والصناع وهيه التعديل الصناع والجهاز بتاع الصناع والقوانين الصناع واشتغل وروح ودرسات كل ده مظبوط وصحيح وضروري ولازم وحتمي لكنه هياخد مني وقت ايه فكانت الدولة الدولة بقى مش الحكومة الدولة قررت ان هي تعمل مصار مش بديل مصار بيساعد زي بقى بالحاجة معبرية عندي انسداد في شريان فبعمل عشان الدم ما يتوقفش دخل المخ بعمل مصار اخر مصار بديل مصار مساعد حاجة مساعدة قناة معبرية كده انجاز التعبير فكان مشروع ايه ده من اعظم المشروعات التي قامت بحمل هموم الصناعة المصرية ووضعتها على مائدة التشريح والعلاج الحتمي العاجل الذي تخطى في سرعته ما كان يحلم به الناس الصناعة اشتركوا في القناة